السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا ربي دايما انتكونوا بخير زي ما انتم شايفين كده عندي ابواي وماش كلها حتة مش متنسقة في قطع صغيرة وقطع كبيرة بس طبعا بدل مرميهم حبيت ان انا اعمل منهم فكرة لاحدة التدوير خاصة ان الحاجة غالية او دلوقتي فممكن من الحاجات اللي عندنا نعمل بها حاجة بسيطة ومفرح بها نفسينا انا هكدت محتاج ان انا نعمل مفرش للترابيزة بتاعت الشاشة فحبيت كده ان انا اجيب الاجزاء تي وابدأ ان انا ادمجهم ببعض واخياتهم زي ما انتم شايفين بحط الوش في الوش وببدأ كده ان انا اخيط معي الجزء بتاع الشريطة كلها بالطول وبعد كده هأكد عليها وبعد كده هقلبها النحية التانية هيكون الوش معي كده زي ما انا محتاج هبدأ بقى ان انا ازبطهم كلهم وابدأ ان انا اجمع الالوان اللي انا محتاجها كلها انا عم احتاج ان يكون لون رمادي في كحلي في رمادي في كحلي يعني شريطة وشريطة نفس الكلام كده برضو عملته حطيت الوش في الوش في الجزء بقى اللي هو لونه لبني ده وهبدأ برضو ان انا اخيطه بنفس الطريقة معي لو ما دوستش لايك دوست دلوقتي لايك انا بفكرك كده خلاص عملتهم زي ما انتم شايفين خيطتهم في بعض هجيب كده ده كان دانتل عندي لونه ازرق برضو لان الازرق كان هو الصغير فحبيت ان الدانتل هو اللي يكون الحجم بتاعه اظاهر يعني عشان يناسب اللون الازرق التاني بخيطه برضو الوش في الوش بحيس ان انا لما هقلبه هيكون مفروض معي مع الكوي هيكون مظبوط زي ما انتم شايفين اهم الشي ان انا اظبطه وي اشد الدانتل ده علشان ما يكونش في نسبة ورب يكون مظبوط معي وزي ما انا شغال كده عن ما كان اخيط وي ابدأ ان انا اظبط الجزء بتاعي بعد كده اهم شيء بقى الكوي لما انخلص كده خلاص انا خلصته اي بقى فتل زيادة او كده بنحروقها بيولع او حاجة زي كده بصوا شكله عامل ازاي برضو الكنار دو تدي له شكل حلو جدا ده كده شكله لما فرشته بصوا من قصائصكم انها هنرميها عملنا منها مفرش شكله حلو اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تبخلوش بعليا باللايك والشير والسبسكرايب شكر جدا ليكم انكم وصلتم لغاية دلوقتي في الفيديو مع السلامة